فرصة للإفلات من العزة الدولية هذا ما عنونته وكالة رويترز في تقرير لها قالت فيه إنه وسط فيض الطعاطف مع الشعب السوري بعد الزرزال المدمر انتهز نظام الأسد الفرصة لتكرير مطالبه بضرورة التنسيق معه بشأن المساعدات في حين لم تظهر الدول الغربية ما يفيد باستعدادها لتلبية هذا المطلب أو التعامل مع الأسد مرة أخرى نظام ومنذ الدقائق الأولى للزلزال سخر وسائل إعلامه ومؤيديه في الخارج للمطالبة برفع العقوبات عنه بذريعة كارثة الزلزال على الرغم من أن العقوبات لا تشمل الأغذية والدواء ولعل الأخطر من ذلك تأكيد النظام على رفضه دخول المساعدات عبر الحدود الشمالية واشتراطه تسليمه إياها في دمشق مجلة فورين بوليسي أكدت أن النظام يفرض حصاراً على المناطق الخارجة عن سيطراته في الشمال السوري الذي ضربه زلزال خلف آلاف الضحايا ويعرقل وصول المساعدات والإغاثة مؤكدة أن نحو أربعة ملايين ونصف مليون سوري يعيشون أوضاعاً صعبة شمال غرب سوريا قبل حدوث الزلزال حيث يعتمد تسعون بالمئة منهم على المساعدات الإنسانية التي لا تمر سوى عبر معبر باب الهوى معبر أصبح وحيداً بعد إغلاق روسيا لمعبرين آخرين من خلال استخدامها لحق النقد الفيتو في حلب ثم تصورة مغايرة تظهر عمق النفوذ الإيراني في مناطق النظام فقائد فيلق القدس إسماعيل قآني يتجول في المحافظة وكأنها مقاطعة تابعة لإيران يقول سوريون وثمت صورة أخرى تظهر ميليشيا الحشد وهي تفتح طرق اتصال مباشرة مع دماشق بذريعة إيصال المساعدات لنظام استغل الزلزال سياسياً وعرقل وصول الإغاثة إلى ملايين السوريين المنكوبين في الشمال السوري بحسب صحيفة الجارديان البريطانية